القماط السياسية والمسيطرة على المشهد الليبي اليوم هي نوعية نادرة ونخب فريدة لا تكاد تجدها في أي دولة في العالم بل لا أكون مبالغا إذا قلت لكم إني أخشى عليهم الانقراض ألم تسمعوا الاستفاني عندما وصفتهم بالدينصورات؟ كيف تريدون من التفريط فيهم والدعوة الانتخابات؟ ألا تعلموا أنه قد نبتلى بعد الانتخابات بإشخاص عاديين لا يستمرون في المناصب إلا حسب مددهم المتفق عليها؟ قال لك انتخابات قال يا رعادي دور ونديرهم السلام عليكم ورحمة الله هذا محديثكم عبد الرحمن القل وحلقة جديدة من الغرباء يردون مننا أن نضحيا بعقيلة والتكبال والمشري وكل كوكبة النجوم التي تحكمنا من سنوات وصارت بيننا وبينهم عشرة وعيش ملح من أجل ما يسمونها انتخابات هل تظنون أن شعب الليبي عديم الوفاء؟ ولا يقدر العشرة والعيش والملح؟ ثم من سيتحمل مسؤولية ما سيحصل لهم من اكتئاب وحالة نفسية متدهورة في حال لا سمح الله أزحتهم الانتخابات؟ ألا تعلمون ما تفعله عشر سنوات من الامتيازات والمرتبات العالية والفناضيخ ذات النجوم السبعة والبسط الحمراء؟ ألم تسمعوا من ديوان المحاسبة كم تكلفنا وجبة النائب الواحد لو خطر له الأكل في أحد المنتجعات؟ هل يسمح لكم ضميركم أن تحرموه من الجمبري والاستاكوزا والكردون بلو؟ وكما يقول المثل المصري النائب لتعرفه أحسن من نائب لما تعرفوش هل تظنون أن أعضاء مجلس النواب والدولة متمسكون بمناصبهم فقط من أجل الحفاظ على امتيازاتهم؟ لا هذا ظلم مبين إنهم يضحون أيضا من أجل أبنائهم وعائلاتهم ألا تعلمون أن شراع الجنسيات الأجنبية تكلف أموالا طائلة؟ هذا غير الدراسة في الجامعة العالمية والتصيف في الكريبي وجزر المالديف وهواي لا 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 يمكن أن أكون معكم في تحطيم آمال أجيال من أبناء وأحفاد هذه السلالة التشريعية النبيلة ثم ألم يقول لكم أحد إن الانتخابات بدعة غربية لعينة؟ وإن عقيل الذي جاء بانتخابات غربية لعينة هو ولي أمر وعلينا أن لا نطالب بتغييره مدى ما قاضنا على الجلوس وإعطاء الأوامر ولو فرضنا جدلا أن سيادة المستشار وأتباعه رضوا لكم بهذه الانتخابات فمن سيضمن مصالح مصر التي هي أهم من مصالح ليبيا كما تعلمون؟ لو فقدنا لا سمح الله عقيل وقائده العام في أي انتخابات غير محسوبة العواقب ولكن لا تقلقوا هناك دائما خيارات ومبادرات مطروحة على الطاولة وستناقش في مؤتمرات عالمية ومنتديات دولية المهم أن هذه الطاولة طرفها عند عقيلة وطرفها الآخر عند المشري إلى اللقاء